رأى مراقبون أن اندفاع بعض الفصائل العراقية لأخذ دور المبادرة واستهداف حليفة واشنطن من العراق بالطيران المسيّر هو أمرنا سيضع العراق على المحاكة وقد تجره إلى ويلات الخطر وبيّنوا أن الهجمات مستمرة بالطيران المسيّر من العراق حتى مع حديث الحكومة عن قرار الحرب بيدها الأمر الذي يضع السودان في حرج كبير على اعتبار أن هناك فصائل تمتلك جناحين جناح مسلح وجناح سياسي وهذا موضوع سوف يدمر الداخل العراقي إذا ما استمرت الفصائل بضرب القواعد الأمريكية أو المشاركة بضرب قواعد خارج الحدود وأضاف أن تصريح رئيس الوزراء بأن قرار السلم والحرب بيد الحكومة هو حديث إعلامي مستهلك فالفصائل لا تعترف إلا بأوامر إيران